أظهر الدراسة بريطانية حديثة أن التنمر الذي يتعرض له التلاميذ في المدارس بالمرحلة الثانوية يزيد بشكل كبير من فرص إصابتهم بمشاكل الصحة العقلية والبطالة في وقت لاحق من العمر ولكشف العلاقة بين التنمر والأمراض العقلية راقب الباحثون أكثر من 7000 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما في المدارس الثانوية بإنجلترا وجد الباحثون أن تعرض التلاميذ للتنمر يجعلهم عرضة لمشاكل الصحة العقلية بنسبة 40% عندما يصلوا إلى سن 25 عاما كما يزيد من احتمال أن يكونوا عاطلين عن العمل بنسبة 35% في هذا السن أيضا